تحدث كارلو أنشلوتي مدرب ريال مدريد عقب الفوز أمام رايو فييكانو في منافسات الدوري الإسباني مساء الأربعة حيث تغلب ريال مدريد على رايو فييكانو بهدفين لهدف في الدقائق الأخيرة للمباراة عن طريق رودريجو وافتتح أنشلوتي الحديث عن لاعبه فينيسيوس وحالته النفسية بعد أزمة العنصرية التي تفجرت في المباراة الماضية أمام فالنسيا وإهانته من جمهور الخصم حيث قدم جمهور ريال مدريد ولعبيه الدعم الفينيسيوس في مباراة الليلة أمام رايو فييكانو بملعب سانتياجو برنابيو ومن ثم قال أنشلوتي في مؤتمره الصحفي بعد المباراة نفسيا فينيسيوس بخير كل الدعم الذي حصل عليه جيد إذا لم يكن لديه مشكلة سيلعب سنرى غدا ما إذا كان بإمكانه التدرب ليشارك يوم السبت لكن اليوم لم يستطع اللعب وأضاف بشأن قرار الاتحاد الإسباني برفع بطاقة الحمراء عن فينيسيوس والتي تلقاها في المباراة الماضية كانت متفاجئا لقد راجعوا موقفا أعتقد أنه كان خطأا وعن كريم بنزيم الذي سجل الهدف الأول لريال مدريد قال الإيطالي أصيب بجرح في قدمه في الشوط الأول زعده قليلا لكنه لعب تسعون دقيقة بمستوى جيد لكن الجرح زعده كثيرا وأشاد مدرب ريال مدريد بفيران جارسيا قائلا ظهير أيسر يتمتع بقدر كبير من الطاقة وسريع للغاية مع الكرة إمكانياته جيدة بالنسبة لنا وسيكون معنا وسئل أنشيلوتي ماذا يطلب من الجماهير الزائرة فقام بالرد أنا لا أطلب من أي شخص أي شيء كل واحد يجب أن يكون له سلوك وعاد للحديث عن العنصرية تجاه فينيسيوس واعتذار خافير تيباس رئيس رابطة الليجالة وأشار يبدو لي أنه من الجيد أنه اعتذر الفينيسيوس لقد أدرك الجميع ما حدث إن مجتمعنا مليء بالأشخاص الأذكياء خاصة في إسبانيا فإنه عندما يتخذ الأشخاص الأذكياء قرارات يتم حلها في وقت أقرب وبشأن لفتة رودريجو تجاه فينيسيوس بعد الهدف حيث دعمه في احتفاله أكد أنشيلوتي إنه متأثر جدا لأنه صديق مقرب جدا له وأراد أن يظهر قربه من صديقه وأتم معلقا على مستوى رودريجو الموسم المقبل سيكون أفضل فإنه لم يصل إلى أعلى مستوى له لكنه قريب من ذلك اشتركوا في القناة